ونسلم على سيدنا رسول الله ونسأله أن يستغفر لنا ونرجو الله سبحانه وتعالى القبول وأن لا نكون من ضمن قوله وهو سبحانه جل جلاله والنبي تحت قهره وسلطانه يقول له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنت استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فنحن نسأله الاستغفار وليس معنى هذا أننا نسأل الاستغفار منه أو الغفران منه هو فقط يدعو هل يدعو النبي في قبره؟ نعم يدعو النبي في قبره لأنه حي والنبي قال الأنبياء أحياء في قبورهم وجامع كل ما ورد عنه الإمام البيهقي في جزء حياة الأنبياء هل يسمعنا؟ نعم قال لا يسلم علي أحدكم إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام هل يجوز أن أطلب منه الاستغفار وهو في حالة البرزخ؟ نعم فهو سيد الأولين والآخرين وسيد الناس أجمعين وهو صاحب اللواء المعقود يوم القيامة وهو الذي سيشفع في العالمين جميعا فيصدق فيه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة من آدم لغاية يوم الدين لأنه سيشفع في يوم القيامة فيأتي على النصف من زمنه رحمة من عند الله